السلام عليكم أعزائي طالب الصف و السادس ابتداي ان شاء الله اليوم راح نبلش بجزء الثاني بعد ما اكملنا الجزء الاول الخاص بالوحدة الاولى راح نبلش ان شاء الله بجزء الثاني احنا قلنا الوحدة الاولى راح نقسم محدة اجزاء حتى نصير مادة قليلة و مفهومة اليوم راح نعرف استخدامات انو او 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 طبعا احنا اخذنا اول شي اسماء العائلة بعدين اخذنا الوظائف بعدين اخذنا استخدام او او وبعديا اخذنا كل وظيفة يعني كل شخص عدة وظيفة وين يشتغل فهس قبل اسماء المكان عندنا حروف الجر هذه حروف الجر الدالة على المكان راح نسولكها بطريقة سهلة عندنا ثلاث حروف جر ان و اون و اات ذا ان تسبق لي اسماء المكان الان و الان و الات الان استخدمها مع الاماكن المغلقة يعني مكان مغلق بيه سياج حائط واضح الان استخدمها للاماكن المفتوحة يعني لا بيها حائط ولا بيها سقف ولا شي تبقى عد الاهات الاهات تسبق لي كلمتي سكول و هوم زيان نشوف هنا مجموعة الان in a hospital in a hospital في المستشفى المستشفى يعتبر مكان مغلق لو مغلق in an office في المكتب المكتب هم يعتبر مغلق بيحيطان in a restaurant في المطعم in a refinery مصفى النفط هم مكان مغلق ستقل لي سادة شلون بيجدر لو ما بيجدر بيجدر يعني داير ما دايره مسيج فيعتبر مكان مغلق in a on نجي مجموعة on on the roads on a building site بع البناء on a far فى الحقل ذن يكون هن ذن الاماكن يعتبر ان اماكن مفتوحة فشنو فاحط لن اون لان ال اون تاخذ الاماكن مفتوحة تيجي نبقى عندنا ال home and school نتاخذ نشوف عندنا كتاب الطالب الكتاب الملون بصفحة داعش اقل read and complete the sentences اقل اقرأ واكمل الجمل هنا المطلوب من عدي استخدام حروف جار ال in will own will at انشوف الجمله الاول والمطعم كبير المطعم مكان مغلق مكان مغلق مكان مغلق in ثاند ايضا 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 مستشفى كبير المستشفى مكان مغلق لو مفتوح مكان مغلق فاش راح اخلي له ايضا شرح استخدام له نابر 4 هل يتجب مكان مغلق لهم مفتوح؟ مكان مغلق شرح اخلي لها اين؟ نابر 5 يقول مي كزين درايفس هل يتجب مكان مغلق لهم مفتوح بغداد الطريق اهنان الطرق مكان مغلق لهم مفتوح الطريق شنهم سيجلو مكان معتدل ما بيشي مكان مفتوح فش رح اخلي له جيد اون نابر 6 اهو سواي فوردس فراغ هوم قلنا الهوم مش تاخذ لي قلنا هي الوحيدة تاخذ لي واضحيني؟ زياد هسا عدنا الكتاب النشاط صفحة ثمانية تمرين بي يقول اكمل الجمل يقول اكمل الجمل واكتب الوظائف نشوف الجمل الاولى يقول يقول معرف لي الوظيفة ويريد منعدي اسم الوظيفة يقول يقول هذا الشخص يعمل في المستفى هو الطبيب قبل اسم المكان لازم نخلي حرف جر مكان مغلق لهم مفتوح مكان مغلق فاش رح اقول نعم يقول هذا الشخص يعمل في المنزل نعم قاسي هذا الشخص يعمل في الطريق المنطقة ما نسمى الوظيفة سائق الحافلة نمبر فور هذا الشخص يعمل في المكتب المكتب مكان مغلق لا مفتوح مكان مغلق اين جيد زيني هو اللي يشتغل بالمكتب اين اي تي بروغرامر اللي هو مبرمج الحاسبات نعتقد وسط لكم فكرة ان و اون و ات سهلة و بسيطة جدا ما عليك الا حفظ اسم الوظائف تعرف كل شخص وين يشتغل كلش مهم ما يجيك ما عليش كلم لا يعمل على شكل اختيارات هسا عدنا بكتاب النشاط صفحة تسعة يقول لسين read and write the job استمع اقرأ واكتب الوظيفة واتس ماي جوب ما هي وظيفتي نمبر وان يقول ايجوالي ويرا وايت كوت يقولاني دائما ارتدي سترة بيضاء اند يوز استثيسكوب واستخدم سماعة الطبيب ايجوالي اعتني بالمرضى ايجوالي اعمل في بناية كبيرة مع الكثير من الناس الاخرين الذين نفس وظيفتي اند والكثير من الممرضات ايضا اذا تلاحظ هادي اي وظيفة والمع يعني شخص يرتدي معطة يرتدي سترة بيضاء يستخدم سماعة الطبيب ويا ممرضات يا وظيفة راح تكون دكتور الطبيب نمبر 2 يقول ايجوالي ويرا هارد هات هذه هات هات دائما ارتدي قبعة صلبة هذه القبعات دائما تكون صفراء يقول عملي صعب ويجب ان اكون قوي احتاج الى الكثير من الادوات لهذه الوظيفة نظرك يا وظيفة اللي يرتدي بها قبعة صفراء ويحتاج بها ادوات ش راح تكون انجينير المهندس نمبر 3 يقول ايجوالي يقول ايجوالي دائما اعمل في الخارج احب بوث يقول ايجوالي يقول ايجوالي يقول ايجوالي 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 ويستخدمها للعمل في الحقل لزرع ايجوالي انا ايضا لدي حيوانات حيواناتي حيواناتي ابقار وخرفان ودجاج يا شخص يستخدم هذه العجلة ويحب الجو المنطر والمشمس ويزرع اشياء ويستخدم حيوانات مثل البقر والخروف والدجاج الفارمر الفلح نمبر فار يقول ايجوالي ايجوالي اعمل في مكان الكثير من الناس يتحدثون يأكلون ويشربون I carry food and drinks on plates يقول انا احمل الطعام والشرف في الصينية to the table الى الطبلة I clean the tables two انا انظف الطبلة ايضا and then I set them with knives forks spoons يقولوا اضع السكين والشوكة والملعقة والمندل for the next customer للزبونة. يا اي شخص يشتغل بمكان بي الناس يتحدثون ويأكلون ويشربون. وهذا الشخص يحمل صينية بها طعام وشراب. هاي وظيفة راح تكون الويتر النادي. واضحيني. لهنا انتهى درسنا لهذا اليوم. مشاهر نبتقيكم بالجزء الثالث بالتوفيق.